بسم الله الرحمن الرحيم يسُرُّ الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر ابن كثير رحمه الله سورة الفاتحة وقال ابن كثير رحمه الله في قوله اهدنا الصراط المستقيم قال فإن قيل كيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت كيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصفٌ بذلك فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا فالجواب أن لا يسأل الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصُّره والذياده منها واستمراره عليها فإن العبد لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرَّة إلا ما شاء الله فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمدَّه بالمعونة والثبات والتوفيق فالسعيد من وفَّقه الله تعالى لسؤاله فإنه تعالى قد تكفَّل بإجابة الداعي إذا دعاه ولا سيَّم المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزَّل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل أمر المؤمنين أن يؤمنوا يعني طلبوا من الله الثبات على الإيمان فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان وليس في ذلك تحصيل الحاصل لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك والله أعلم فنطلب الهداية من الله دائما كلنا محتاجون إلى ذلك والمراد بذلك الثبات على الإيمان صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره أن الله يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله أن العبد إذا قال اهدنا الصراط المستقيم وقال تعالى آمراً لعباده المؤمنين أن يقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لذنك رحمة إنك أنت الوهاب وقد كان الصديق أبو بكر رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سراً ومعنى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم استمر بنا عليه ولا تعد البنا إلى غيره قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم الحديث إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم يقول الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فعلينا الدعاء والله يستجيب سبحانه وتعالى وقوله صراط الذين أنعمت عليهم مفسر للصراط المستقيم وهو بدل منه عند النحات ويجوز أن يكون أطبيان والله أعلم والذين أنعمت عليهم هم المذكورون في سورة النساء حيث قال عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين فهؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين عليهم السلام والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ونطلب من الله أن يهدينا صري صراتهم وطريقهم وقال الضحاك رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما صراطا الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك عليهم السلام وأنبيائك عليهم السلام والصديقين والشهداء والصالحين وذلك النظير أي مثل ما قال ربنا تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم اللهم اجعلنا منهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات وقال أبو جعفر رحمه الله عن الربيع بن أنس رحمه الله صراطا الذين أنعمت عليهم قال هم النبيون عليهم السلام وقال ابن جريد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما هم المؤمنون الذين أنعمت عليهم هم المؤمنون اللهم اجعلنا منهم وكذا قال مجاهد رحمه الله وقال وكيع رحمه الله هم المسلمون الذين أنعم الله عليهم وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله هم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه والتفسير والتفسير المتقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما أعم وأشمل وهو قوله صراطا الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات وقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين قرأ الجمهور غير غير بالجر على النعت قال الزمخشري وقرئ بالنصب على الحال وهي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ورويت عن ابن كثير رحمه الله وذو الحال الضمير في عليهم والعامل أنعمت والمعنى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصهم ونعتهم وهم أهل الهداية والاستقام والطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره غير صراط المغضوب عليهم وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه أي مالوا عنه ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثم أي هناك مسلكين فاسدين وهما طريقة اليهود والنصارى اللهم جنبنا طريقهم وقد زعم بعض النمات بعض النحات أن غير هاهنا استثنائي فيكون على هذا منقطعا لاستثنائهم من المنعم عليهم وليسوا منهم وما أوردناه أولى لقول الشاعر كأنك من جمال بني أقيش يقعقع عند رجليه بشن أي كأنك جمل من جمال بني أقيش فحدف الموصول واكتفى بالصفة وهكذا قال غير المغضوب عليهم أي غير صراط المغضوب عليهم اكتفى بالمضاف إليه عن ذكر المضاف وقد دل عليه سياق الكلام وهو قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ثم قال تعالى غير المغضوب عليهم ومنهم من زعم أن لا في قوله ولا الضالين زائد وأن تقدير الكلام عنده غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم والضالين واستشهد ببيت العجاج في بئر لا حور سرى وما شعر أي في بئر حور والصحيح ما قدمناه ولهذا روى أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله في كتاب فضائل القرآن عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين وهذا إسنادٌ صحيح وكذا حكى وكذا حكي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قرأ كذلك وهو محمولٌ على أنه صدر منه على وجه التفسير فيدلُّ على ما قلناه من أنه إنما جيء بها لتأكيد النفي لألا يتوهم أنه معطوفٌ على الذين أنعمت عليهم وللفرق بين الطريقتين لتجنَّب كلٌّ منهما فإن طريقة أهل الإيمان مجتملة على العلم بالحق والعمل به واليهود فقدوا العمل واليهود فقدوا العلم والنصارى فقدوا العلم واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى لأن من عدم لأن من علم وترك استحق الغضب بخلاف من لم يعلم والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لأنهم لا يهتدون إلى طريقه لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع الرسول الحق صلى الله عليه وسلم ضلوا فلما لم يفعلوا ضلوا وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه لكن أخص أوصاف اليهود الغضب كما قال فيهم من لعنه الله وغضب عليه وأخص أوصاف النصارى الضلال كما قال تعالى قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل اللهم أعذنا من طريق اليهود والنصارى والكفر وبهذا جاءت الأحاديث والآثار وذلك واضحٌ بين قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبا قال سمعت سماك بن حرب يقول سمعت عباد بن حبيش يحدث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصحابة المجاهدون فأخذوا عمتي عمت عدي عربي لكنه دخل في دين النصارى فأخذوا عمتي وناساً فلما أتوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوا له أي صفوا أمامه فقالت عمت عدي يا رسول الله ناء الوافد أي بعد وانقطع الولد وأنا عجوز كبير قال ما بي من خدمة فمن علي من الله علي قال من وافدك قالت عدي بن حاتم قال الذي فر من الله ورسوله قالت فمن علي فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي رضي الله عنه قال سليه حملاناً أي أطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيك بعير تركبينه فسألته فأمر لها أي ببعير قال فأتتني فقالت لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها فإنه قد أتاه فلان فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه فأتيته فإذا عندهم رأى وصبيان أو صبي وذكر قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم قال فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصى أي ليس مثل ملوك الكفر بل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفت أنه ليس بملك كسرى المجوس ولا قيصر النصراني فقال يا عدي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي ما أفرك أي من الذي جعلك تفر أن يقال لا إله إلا الله فهل من إله إلا الله لا إله إلا الله قال ما أفرك أن يقال الله أكبر فهل شيء أكبر من الله عز وجل قال عدي فأسلمت أسلم عدي رضي الله عنه فرأيت وجهه استبشر سرى النبي صلى الله عليه وسلم وقال المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى نعوذ بالله من طريق اليهود والنصارى والكفار وذكر الحديث ورواه الترميذي رحمه الله من حديث السماك بن حرب وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثي قال المؤلِّك حفظه الله ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق محمد بن بشار عن غندر به قلت وقد رواه حمّاد بن سلم عن سماك عن مُرِّي ابن قطر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله غير المغضوب عليهم قال هم اليهود ولا الضالين قال النصارى هم الضالون نعوذ بالله من طريق اليهود والنصارى والكفار وهكذا رواه سفيان بن عيين عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعب عن عدي بن حاتم رضي الله عنه به وقد روا حديث عدي وقد روي حديث عدي رضي الله عن هذا من طرق وله ألفاظٌ كثيرة يطول ذكرها وقال عبد الرزاق رحمه الله أخبرنا معمر عن بُدَيل العُقيل أخبرني عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بواد القرى وهو على فرسه وسأله رجل من بني القين فقال يا رسول الله من هؤلاء قال المغضوب عليهم وأشار إلى اليهود والضالون هم النصارى فيجب أن نحذر طريقة اليهود والنصارى والكفار ونتمسك بالقرآن العظيم وبحديث النبي محمد الأمين صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالحين رضي الله عنهم وقد رواه الجريري وعروة وخالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق رحمهم الله فأرسلوه أي لم يذكروا الصحابي ولم يذكروا من سمع النبي صلى الله عليه وسلم ووقع في رواية عروة تسمية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فالله أعلم وقد روا ابن مردوية رحمه الله من حديث إبراهي بن الطهمان عن بُديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المغضوب عليهم قال اليهود قال قلت أن الضالين قال النصارى فعلينا أن نحذر طريق الكفار وقال السد عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة الهمدان عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير المغضوب عليهم هم اليهود ولا الضالين هم النصارى وقال الضحاك وابن جري رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين هم النصارى وكذلك قال الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد وقال ابن أبي حاتم رحمه الله ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافا وشاهد ما قاله هؤلاء من أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون الحديث المتقدم وقوله تعالى في خطابه مع بني إسرائيل في سورة البقرة بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وقال في المائدة قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون فيجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر المستطاع وفي السيرة عن زيد بن عمر بن نفيل رضي الله عنه كان في زمن الجاهلية وألهمه الله التوحيد فكان يدعو إلى التوحيد زيد بن عمر بن نفيل رضي الله عنه أنه لما خرج هو وجماعة من أصحابه إلى الشام يطلبون الدين الحنيف قالت له اليهود إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله فقال أنا من غضب الله أفر وقالت له النصارى إنك لن تستطيع أن تدخل معنا حتى تأخذ بنصيبك من سخط الله فقال لا أستطيع فاستمر على فطرته وجانب عبادة الأوثان ودين المشركين ولم يدخل مع أحد من اليهود ولا النصارى وأما أصحابه فتنصروا ودخلوا في دين النصرانية لأنهم وجدوه أقرب من دين اليهود إذ ذاك أي في ذلك الحين وكان منهم ورقه ابن نوفل كذلك أسلم ورقة ابن نوفل كما أسلم زيد بن عمر بن نفيل حتى هداه الله من نبيه لما بعثه آمن مما وجد من الوحي رضي الله عنه زيد بن عمر بن نوفل ورقة ابن نوفل أسلم أما زيد بن عمر فمات ولكنه على التوحيد وأما ورقة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأصنع وضع وآمن به فصل اجتملت هذه السورة الكريمة سورة الفاتحة وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا جل جلاله وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين وعلى إرشاده عبيدة إلى سؤاله والتضرُّع إليه في هذه النسخة قال والصحيح من مذاهب العُلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والضاء مخرج الضاد ومخرج الضاء لقرب مخرجيهما وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأدراس ومخرج الضاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا ولأن كلًّا من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة فلهذا كلُّه واغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يُميِّز ذلك والله أعلم وأما حديث أن أفصح من نطق بالضاد فلا أصر له أي لم يصح هذا الحديث والله أعلم فصلٌّا اجتملت هذه السورة الكريمة سورة الفاتحة وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المُستلزمة لصفاته العليا جلَّ جلاله وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين وعلى إرشاد عبيده تبارك وتعالى إلى سؤاله والتضرُّع إليه والتبرُّء من حولهم وقوَّتهم وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى وتنزيه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المُستقيم وهو الدين القويم وتثبيتهم عليه حتى يُفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسِّي يوم القيامة المُفضي بهم أي المُوصل بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين عليهم السلام والصديقين والشُهداء والصالحين واشتملت سورة الفاتحة على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة والتحذير من مسالِك الباطل لألا يُحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالُون وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم أي أنت يا الله وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى غير المغضوب عليهم وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة كما قال تعالى ألم تر إلى الذين تولَّوا قوماً غضب الله عليهم وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به وإن كان هو الذي أضلَّهم بقدره كما قال تعالى من يهدِه الله فهو المهتد ومن يُضلِل فلن تجد له وليًّا مرشدًا اللهم ثبِّتنا على الهداية يا رب العالمين وأعِذنا من الضلال وقال تعالى من يُضلِل الله فلا هادي له ويذرهم في طُغيانهم يعمهون إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المُنفرِد بالهداية والإضلال لحكمة يهدي من يشاء ويضلُّ من يشاء وله الحكمة البالغة جلَّ جلاله الدالة على أنه سبحانه هو المُنفرِد بالهداية والإضلال لا كما تقوله الفلقة القدرية ومن حذى حذوهم من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه القدرية يزعمون أن العبد يخلُق فعله وهذا باطل العباد فاعلون والله خالقهم وخالق أفعالهم ويحتجون على بدعتهم بمتشابهٍ من القرآن ويتركون ما يكون فيه صريحًا في الرد عليهم وهذا حال أهل الضلال والغي يتبعون المتشابه ويتركون الصريح الواضح وقد ورد في الحديث الصحيح إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه وأولئك الذين سمَّ الله فاحذروهم يعني في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيز أي ميل عن الحق فيتبعون ما تشابه منه فليس بحمد الله لمبتدعٍ في القرآن حجةٌ صحيحة لأن القرآن جاء ليُفصل الحق من الباطل مفرِّقًا بين الهدى والضلال وليس فيه تناقض ولا اختلاف لأنه من عند الله تنزيل من حكيمٍ حميد جل جلاله اللهم ثبِّتنا على الهدى والسنة يا رب العالمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات فصلٌ يُستحبُّ لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين مثل ياسين ويُقالُ أمين بالقصر أيضاً مثل يمين ومعناه اللهم استجِب معنى آمين اللهم استجِب لأن نصف الفاتحة دعاء من قوله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره نقول آمين يعني اللهم استجِب دعاءنا والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي رحمهم الله عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال سمية النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين مدَّ بها صوته أي رفع صوته بمعنى اللهم استجِب ولأبي داود رحمه الله رفع بها صوته وقال الترمذي رحمه الله هذا حديثٌ حسن وروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما وغيرهم فإذا قرأت الفاتحة قل آمين يعني اللهم استجِب دعاءنا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلَى غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول رواه أبو داود وابن ماجة رحمهم الله وزاد يرتجُّ بها المسجد كان صوت آمين يرتجُّ المسجد والدار قطني وقال هذا إسنادٌ حسن وعن بلال رضي الله عنه قال يا رسول الله لا تسبِقني بآمين رواه أبو داود رحمه الله ونقل أبو نصر القشيري رحمه الله عن الحسن وجعفر الصادق رحمهم الله أنهما شددَا الميم من آمين مثل آمين البيت الحرام قال أصحابنا وغيرهم ويُستحبُّ ذلك أي قول آمين لمن هو خارج الصلاة ويتأكد في حق المُسلِّ وسواء كان منفرِدًا أو إمامًا أو مأموما وفي جميع الأحوال لما جاء في الصحيحين رحمهم الله أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةَ غُفِرَ لَهُ ما تقدَّمَ من ذنبه فضلٌ كبير ولمسلم رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهم الأخرى غُفِرَ لَهُ ما تقدَّم من ذنبه اللهم وفر لنا وارحمنا قيل بمعنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة في الزمان وقيل في الإجابة وقيل في صفة الإخلاص وفي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا إذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله أن يستجيب الله لكم وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله ما معنى آمين قال ربي افعل أي استجب وقال الجوهري رحمه الله معنى آمين كذلك فليكن وقال الترمذي رحمه الله معناه لا تخيب رجاءنا وقال الأكثرون معناه اللهم استجيب لنا وحكى القرطبي رحمه الله عن مجاهد وجعفر الصادق وهلال ابن كيسان رحمهم الله أن آمين اسم من أسماء الله تعالى وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ولا يصح سنده لا يصح قاله أبو بكر من العربي المالك رحمه الله وقال أصحاب مالك رحمه الله لا يؤمن الإمام ويؤمن المأمون المأموم ولكن صحة وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن لما رواه مالك رحمه الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين الحديث ولكن تقدم أن الرسول كان يؤمن واستأنسوا أيضا بحديث أبي موسى رضي الله عنه وإذا قرأ ولا الضالين فقولوا آمين وقد قدمنا في المتفق عليه إذا أمن الإمام فأمنوا وأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤمن إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية وحاصل الخلاف أن الإمام إذا نسي التأمين جهر المأموم به قولاً واحداً وإن أمن الإمام جهراً فالجديد القول الجديد أنه لا يجهر المأموم وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك رحمه الله لأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار الصلاة والقديم القول القديم أنه يجهر به وهو مذهب أحمد ابن حنبل رحمه الله والرواية الأخرى عن مالك رحمه الله لما تقدم حتى يرتج المسجد يؤمنون حتى يرتج المسجد صوت التأمين ولنا قولاً آخر ثالث أنه إذا كان المسجد صغيراً لم يجهر المأموم لأنهم يسمعون قراءة الإمام وإن كان كبيراً يجهر بالإجهر ليبلغ التأمين من في أرجاء المسجد على كل حال التأمين مشروع للإمام والمأموم مطلقاً وقد روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال إنهم لن يحسدون على شيء كما يحسدون على الجمعة التي هدان الله لها وضلوا عنها وعلى القبلة التي هدان الله لها أي الكعبة وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الإمام آمين اليهود يحسدوننا على هذه النعم على الجمعة وعلى الكعبة استقبال الكعبة وعلى قولنا خلف الإمام آمين هذه نعم يحسدون علينا يحسد اليهود علينا فعلينا أن نحافظ على الجمعة وعلى استقبال الكعبة وعلى آمين ورواه ابن ماجة رحمه الله ولفظه ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين وله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول آمين فأكثروا من قول آمين وفي إسناده طلحة بن عمر وهو ضعيف وروا ابن مردوية رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آمين خاتم رب العالمين على عباده المؤمنين وأن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت آمين في الصلاة وعند الدعاء لم يعطى أحد قبلي إلا أن يكون موسى عليه السلام كان موسى عليه السلام يدعو وهارون عليه السلام يؤمن فاختموا الدعاء بآمين فإن الله يستجيبه لكم قلت ومن هنا نزع بعضهم في الدلالة بهذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما قال الله قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون فذكر الدعاء عن موسى عليه السلام وحده ومن سياق الكلام ما يدل على أن هارون عليه السلام أمن فنزل منزلة من دعا لقوله تعالى قد أجيبت دعوتكما فدل ذلك على أن من أمن على دعاء فكأنما قاله فلهذا قال من قال إن المأموم لا يقرأ لأن تأمينه على قراءة الفاتحة لمنزلة قراءتها ولهذا جاء في الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة لكن هذا الحديث ضعيف لا بد من قراءة الفاتحة على كل مصل مأموم أو إمام أو منفرد وكان بلال رضي الله عنه يقول لا تسبقني بآمين فدل هذا المنزع على أن المأموم على أن المأموم لا قراءة عليه في الجهرية ولكن هذا القول في نظر فقراءة الفاتحة لا بد منها على المأموم والإمام والمنفرد ولهذا قال ابن مردويا رحمه الله حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا عبد الله ابن محمد بن السلام حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير عن ليث ابن أبي سليم عن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين فتوافق آمين فتوافق أهل آمين أهل الأرض آمين أهل السماء غفر الله للعبد ما تقدم من ذنبه ومثل من لا يقول آمين كمثل رجل غزاء مع قوم فاقترعوا فخرجت سهامهم ولم يخرج سهم فقال لما لم يخرج سهم فقيل إنك لم تقل آمين فعلينا إذا قرأنا الفاتحة أن نقول آمين يعني اللهم استجب بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سورة البقرة خمسة وعشرون ألفا وخمسمائة حرف سورة البقرة خمسة وعشرون ألفا وخمسمائة حرف وستة آلاف ومئة وعشرون كلمة ستة آلاف ومئة وعشرون كلمة أي في سورة البقرة ومئتان وستة وثمانون آية في عدد الكوفي وعدد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكروا ما ورد في فضلها قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عارم حدثنا معتمر عن أبيه الرجل لم يذكر اسمه عن أبيه عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البقرة سنام القرآن وذروته نزل مع كل آية منها ثمانون ملكا واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش فوصلت بها فوصلت بسورة البقرة وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له وقرأوها على موتاك أي على من حضره الموت لكي يخفف الله عنه قبل أن يموت المحتضر انفرد به أحمد رحمه الله قراءة ياسين في حالة الاحتضار ليس بعد الموت وقد رواه أحمد رحمه الله أيضا عن عارم عن عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأوها على موتاكم يعني ياسين يعني على المحتضر الذي ينازع لكي يخفف الله عنه فقد بينا بهذا الإسناد معرفة المبهم في الرواية الأولى الرواية الأولى قال عن رجل وفي هذه الرواية بيان ذلك الرجل عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل فالرجل هو أبو عثمان وليس بالنهدي وقد أخرج هذا الحديث على هذه الصفة في الرواية الثانية أبو داود والنساء وابن ماجة رحمهم الله وقد روى الترميذي رحمه الله من حديث حكيم بن جبير وفيه ضعف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء سنام وإن سنام القرآن وإن سنام القرآن البقرة وفيها أيضاً هي سيدة آي القرآن آية الكرسي أعظم آيةٍ في القرآن آية الكرسي وأعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة وفي مسند أحمد والصحيح مسلم والترميذي والنساء رحمهم الله من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان وقال الترميذي رحمه الله حسنٌ صحيح لا تجعل بيتك مثل المقبرة لأن المقبرة ليست محلاً للقرآن فلا تجعل بيتك مقبرة اقرأ سورة البقرة فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان أما المقبرة ليست محلاً للقرآن فقال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله حدثني ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تُقرأ فيه فعلينا أن نقرأ سورة البقرة حتى يفر الشيطان سنان بن سعد ويقال بالعكس واثقه بن معين واستنكر حديثه أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره وقال أبو عبيد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي لحوص عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه قال إن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة فينبغي أن نقرأ القرآن في بيوتنا ولكن من الأسف إنا لله وإنا إليه راجعون بيوتنا كلها أغاني وأصوات الشيطان لا حول ولا قوة إلا بالله إن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة ورواه النساء في اليوم والليلة أي في أذكار اليوم والليلة وأخرجه الحاكم في مستدركه رحمهم الله من حدث شعبة رحمه الله ثم قال الحاكم رحمه الله صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال ابن مردوية رحمه الله حدثنا أحمد بن كامل حدثنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال حدثني أبو بكر بن أبي ويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن عجلان عن أبي إسحاق عن أبي لحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم أي لا أجد أحدكم يضع إحدار جليه على الأخرى يتغنى ويدع سورة البقرة يقرأها فإن الشيطان يفر من البيت تقرأ فيه سورة البقرة وإن أصفر البيوت الجوف الصفر من كتاب الله الصدر الذي ليس فيه قرآن وهو صفر فعلى المسلم أن يتعلم القرآن وهكذا رواه النساء رحمه الله في اليوم والليلة عن محمد بن النصر عن أيوب بن سليمان به فروى الدارمي رحمه الله في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ذراط حتى لا يسمع أعذن الله من الشيطان الرجيم وقال إن لكل شيء سنام وإن سنام القرآن سورة البقرة وإن لكل شيء لباب وإن لباب القرآن المفصل اللباب هو خلاصة الشيء وروى أيضا من طريق الشعب قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة أربع من أولها أربع آيات من أول البقرة وآيات الكرسي وآياتان بعدها وثلاث آيات من آخرها وفي رواية لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شيء يكرهه ولا يقره على مجنون إلا أفاق عشر آيات أربع من أولها من أول السورة وآيات الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم وآياتان بعدها وثلاث آيات من آخرها من آخر البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سنام وإن سنام القرآن البقرة من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان ثلاث ليار ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام رواه أبو القاسم الطبراني وأبو حاتم وابن حبان في صحيحه رحمهم الله فعلينا أن نقرأ القرآن ليسمع الأهل والأولاد والله تبارك وتعالى يبارك في ذلك البيت وقد روى الترمذي والنساء وابن ماجة رحمهم الله من حديث عبد الحميد ابن جعفر عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم فاستقرأ كل واحد منهم يعني ما معه من القرآن فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال ما معك يا فلان قال معي كذا وكذا وسورة البقرة فقال أمعك سورة البقرة قال نعم قال اذهب وأنت أميرهم فضل من قرأ سورة البقرة فقال رجل من أشرافهم والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا أني خشيت أن لا أقوم بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وقرأوه فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب أي وعاء من جلد محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أي وعاء من جلد أوكي على مسك فعلى المسلم من يتعلم القرآن ويقرأ القرآن ويعمل به اللهم وفقنا لذلك هذا لفظ رواية الترمذي رحمه الله ثم قال هذا حديث حسن ثم رواه من حديث ليس عن سعيد عن عطاء مولى أبي أحمد مرسل فالله أعلم قال البخاري رحمه الله وقال الليس حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير رضي الله عن قال بينما هو أسيد بن حضير رضي الله عن يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس أي قفزت فسكت عن القراءة فسكنت أي هدأت فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيا قريبا منها فأشفق أي خاف أن تصيبه أي الفرس فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن حضير قال فأشفقت أي خفت يا رسول الله أن تطع أي الفرس يحيا وكان منها قريبا فرفعت رأسي وانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة أي مثل السحاب فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها قال وتذري ماذاك قال لا قال تلك الملائكة عليه السلام دنت أي قربت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها هذه الملائكة عليه السلام لا تتوارى منهم ففي فضل قراءة القرآن مع التدبر والإيمان وهكذا رواه الإمام العلم أبو عبيد القاس بن السلام رحمه الله في كتاب فضائر القرآن عن عبد الله بن صالح ويحيى بن بكير عن الليث به وقد روى من وجه آخر عن وسيد بن حضير رضي الله عنه كما تقدم والله أعلم وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وذلك فيما رواه أبو عبيد القاسم رحمه الله حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن حازم عن جرير بن يزيد أن أشياخ أهل المدينة حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له ألم ترى ثابت بن قيس من الشماس لم تزل داره البارحة تظهر مصابيح قال فلعله قرأ سورة البقرة قال فسئل ثابت رضي الله عنه فقال قرأت سورة البقرة فالملائكة علم السلام يستمعون القرآن وهذا إسناد جيد إلا أن فيه إبهاما أي راو لم يذكر اسمه ثم هو مرسل والله أعلم فقراءة القرآن الملائكة علم السلام يستمعون القرآن ذكروا ما ورد في فضلها مع آل عمران فضل سورة البقرة مع سورة آل عمران قال قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو نعيم حدثنا بشير بن مهاجر حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة قال ثم سكت ساعة ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان فإنهما الزهراوان يُظِلَّان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أي سحابتان أو غيايتان أو فرقان من طير أو فرقان من طير صواف وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني فيقول ما أعرفك فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر يعني صمت في وقت الحرارة وأسهرت ليلك في القيام وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويُكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولاني بما كسينا هذا فيقال بأخذ ولدكم القرآن ثم يقال اقرأ وصعد في درج الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ هذ ما دام يقرأ هذ كان أي بسرعة أو ترتيل الله أكبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر